بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارتس ري استاتيك اكوليبرام اوف تو وي سلابز بنتكلم هنا في الشابتر دوت ازاي بنعمل الاكوليبرام او الاناليسز على اي بلاطة تو وي نتيجة مجموعة من الاحمال اللي عليها مقدرها دابليو فلو انا عندي سلاب الديمينشن بتاعتها ده اللي واحد والديمينشن التانية لو خدنا استريب موجودة الاستريب ديت تعال نشوف تأثير اللود عليها او حساب المومنت ازاي بنحسب المومنت فبنقول لو انا خدت سيكشن اي اي فين سيكشن اي اي اللي هو ده فبنقول ان المومنت بير فيت ويتس يعني شريحة عرضها واحد فيت اين بلانكس يبقى المومنت بيساوي دابليو في اللي وان سكوير على تمانية يبقى ده قيمة المومنت الموجودة على شريحة العرض بتاعها واحد فيت طيب التوتال مومنت في الحالة ديت هيساوي دابليو في اللي وان سكوير على تمانية واضرب في البعد العمودي اللي هو والتو طيب نكمل مع بعض لو انا عايز اعمل نفس الانالوجي دوت بس فيه دايريكشن تاني فبنقول لو الونيفورم لود على اتش بيم بيساوي دابليو في اللي واحد على اتنين حيث اللي واحد هو عبارة عن الاسبان يبقى المومنت ان وان بيم داو انا خدت سكشن بقى بي بي يبقى المومنت في الحالة ديت بيساوي دابليو في اللي وان في اللي تو سكوير على تمانية يبقى دا المومنت على الوان بيم بنكمل في الستاتيك اكويلبرا فبنقول التوتال مومنت ان بوس بيم بيساوي دابليو في اللي وان اللي تو سكوير على تمانية يبقى دا خيمة المومنت التوتال فاللود ووز ترانسفير ايست ويست من الشر والغرب داو الاتجاه الايست ويست باي زابلانك لقى 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 وزان ووز ترانسفير نور ساوي باي زابيم the same is true for a two way slab or any other floor system يعني اي system تاني ممكن نتبع نفس الخطوات في عملية الاناليسز لحساب المومنت في الtwo directions سواء في الاتجاه الوان أو ال two ترجمة نانسفير